برضو في أسباب تانية لكن مرضية بقى هنا لا قدر الله يعني أن الطفل يزيد عنده إفراز العرق بسبب أسباب مرضية زي إيه؟ زي انقطاع التنفس أثناء النوم ودي حالة مرضية يعني خطيرة انقطاع التنفس ده بيبقى مدة عشرين ثانية مثلا أو أقل فهنا الطفل بيبزي المجهود لاستعادة عملية التنفس الطبيعي زي إيه كمان من الأسباب المرضية؟ زي أي حالة مرضية مسببة لارتفاع درجة حرارة جسم الطفل زي إيه؟ زي التهابات الجهاز التنفسي التهابات المجرى البولي وهكذا يعني أي حالة مرضية بقى بيكون مصاحبة لارتفاع درجة الحرارة دي بتزود العرق عند الطفل واخدين بالكو دي نقطة مهمة زي إيه تاني من الحالات المرضية؟ لا قدر الله ربنا يا ربي يحفظ أطفالنا من أي سوء يعني زي بعض حالات العيوب التكوينية في القلب وعشان بس تفهمه قصدي بكلمة العيوب التكوينية يعني أنا وده مش حاجة مش بقى أنسبها إلى نفسي ده بالعكس ده حد من أنا حكيت الحكاية دي قبل كده بس عشان ممكن ناس تستغرب اللفظ شوي أني كنت مرة في أحد البرامج في الإزاعة بقى يعني في برنامج قصبية بس في إزاعة من إزاعته ده كان من سنين طويلة فكنت بقول كلمة إيه الأمراض وبتاعها والإيه علاقة بالعيوب الخلقية فلاقيت في أم فاضلة بعتت لي الحقيقة يعني على البرنامج وقالت لي يعني نبهتني قالت لي يعني سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى منزه عن خلق الخلق بعيوب يعني فده ممكن تدور على أي يعني لفظ تاني تعبر به عن نفس الحاجة اللي عدرتك عايزها يعني فطبعا ده شيء مقدر لها جدا فأنا بشكل شخصي يعني ما بحبش كلمة العيوب الخلقي خلاص فأنا بستبدلها بالعيوب التكوينية يعني بيكون فيه عيب في تكوين جزء مثلا بيكون فيه عيب مثلا في القلب تمام فعيب معين في القلب بصمام معين مثلا طفل المفروض يتولد والصمامات دي مقفولة لكن لها بتكون لسه مفتوحة فالحالة المرضية دي تؤدي إلى أن الطفل يعرق مثلا خلاص ونقيص على هذا بقى فأنا بس حبيت أوضح يعني موقفي من كلمة العيوب التكوينية عشان فيه ناس ممكن تبقى مستوقفها الكلمة يقولوا إيه هي إيه العيوب التكوينية دي هي المقصود بيها العيوب الخلقي بس أنا زي ما قلت لكم ما بحبش استخدام هذا اللفظ أو اللفظ الآخر فبس تبدله باللفز الأول إيه تاني ممكن يؤدي إلى زيادة حالة العرق عند الطفل بعض العوامل الوراثية ومنها أمراض الغدى الدرقية عند الأب أو الأم يعني لو الأب أو الأم عندهم مشكلة في الغدى الدرقية وعندهم إهمال في العلاج ودي نقطة بس مهمة هنا أنا أقول لكم عليها إهمال في العلاج فممكن الطفل يكون عنده وراثة لبعض العوامل الجينية الخاصة بأنه هو يعرق زيادة أنا ليه بس عملت تركيز معين على كلمة الإهمال في العلاج لأنه فيه ناس بتفتكر أنه اللي عندهم مثلا إصابة بغضة درقية أو الإصابة بمرض السكر أو وهكذا طالما بتاخدوا علاج والعلاج ده ناجح أنه هو يؤدي إلى أن التحاليل بتبقى كويسة مثلا تحاليل الغدى الدرقية كويسة تحاليل السكر كويسة فأنتوا أشخاص طبيعيين تماما فهمتوا قصدي؟ بمعنى آخر أن المرض المسيطر عليه بالعلاج الجيد بيبقى الضرر منه أوليل جدا أو مش موجود دقريبا لكن كل كلامنا على إيه؟ على الحالات المرضية لقدر الله التي يهمل أصحابها في علاجها فهمين قصدي؟ هتلاقي واحد عنده سكر وملخبط وملخبط في الأدوية ومش ملتزم بيها مش ملتزم بالأكل واحد عنده غضة درقية أو واحدة عندها عدم انتظام في إفرازات الغضة الدرقية هرومنت الغضة الدرقية مش ملتزمة بالعلاج مش ملتزمة بالجرعة الدوائية مش ملتزمة بالمتابعة الطبية ده موضوع يعني حبيت برضو ألفة نزار كوليه خلاص؟ لكن بشكل عام لو الأب أو الأم عندهم بعض أنواع الأمراض زي الإصابات الغضة الدرقية فهتلاقوا ممكن الطفل بشكل وراسي بقى يكون عنده زيادة في إفرازات العرق بس برضو زيادة محدودة يعني ترجمة نانسي قنقر